اشتركوا في القناة ما حاجة معتادة في السياسة السودانية ألا وهي كيفية تكوين الجسم السياسي والحملات السياسية الأحزاب السياسية العملية السياسية إلى آخرين احنا المجتمع بتضغف فيها القبلية بتضغف فيها العشائرية بتضغف فيها الأسر والتكتلات بتضغف فيها الشلالية تحديدا في النخبة النخبة المتعلمة والنخبة المثقفة السودانية لذلك يعني جات أدبيات في النخبة السودانية وإدمان الفشل طيب في أسئلة وردت حول الجسم السياسي ولا السياسة وراء حملة الأمل كيف نحن نعين الفريق بتاع حملة الأمل والحقية طبعا لو شفنا وتابعنا السياسة السودانية عقب الاستغلال بنلقى أنه الناس دائماً بتميل يا إما لقبيلتها يا لعشيرتها يا لطائفتها ولا للشل بتاعتها الدبعة بتاعت الدراسة إلى آخرين بالتالي أنه ما بنلقى أصلح زول لشغل الوظيفة ولا المهمة المناط بالشخص إنه يكملها نحن في حملة الأمل مؤمنين بالتخصصية مؤمنين بإنه الناس المفروضين تاخد فرصة عادلة ونزيهة وشفافة في إنه يقضوا الشغل المفروض يقضوه بالتالي أنه نحن عندنا أول مهمة وأهم وظيفة في حملة الأمل اللي هي مدير مشروع حملة الأمل مدير الحملة الانتخابية الشخص المناطبع يعني إدارة كل التفاصيل الثانية في كل أنحاء السودان وللسودانيين خارج السودان الحتة دي مهمة وحساسة الحتة دي دائرة شخص بمواهلات ومغدرات يعني عالية لكن في نفس الوقت عبارة عن موظف يعني الزول ده مهمة الأساسية يعني لو فيه استراتيجية يتابع تنفيذها لو فيه وظيفة يتابع تنفيذها وإلى آخرين يعني أفضل مدير أن إحنا ممكن نلقاوه ليه؟ لأننا نستحق الأفضل أن إحنا خدتنا مبدأ إنه لأننا نستحق الأفضل ولأنكم تستحقون الأفضل بالتالي إحنا نكون دارين أفضل زول فينا يدير الحملة بتاعتنا الانتخابية الآن عاملوا شنو المختلف الما عملناه قبل كده ولا ما شفناه في السياسة السودانية إحنا ما شفنا مثلا حزب المؤتمر الوطني ولا حزب الأمة ولا حزب الاتحادي ولا حزب الشيوعي بيفتح وظيفة بصورة عامة لكل السودانيين يعني أنا ده لو ما مؤمن بالأيديولوجي بتاعت الشيوعيين ولا بتاعت الكيزان ولا غيره هل أنا كمواطن سوداني عندي فرصة إنه أخدم وطني عبر وظيفة عامة موجودة طبعاً إنتوا عارفين إنه السودان تحول لحتة بتاعة الولاء قبل الكفاءة والشعار كان الشهير رفع المعاناة تحول إلى رفع المعانا إحنا أخواننا هنعمل حاجة غير مسبوقة ونغير قواعد اللعبة السياسية في السودان إحنا هنفتح وظيفة الوظيفة دي حالياً بيعد في الوصفة الوظيفة خبير بتاع موارد بشرية زول HR Professional الزول دي حيقول الوظيفة بتاعة مدير حملة الأمل مهمته كالتالي واحد اثنين ثلاثة أربعة مفروض إنه يكون مؤهلاته كالتالي واحد اثنين ثلاثة أربعة بالتالي أخواننا أي زول موجود في مجموعة حملة الأمل وأي زول خارجه خارج مجموعة حملة الأمل بيحقق له بيكله نزاهة وكله شفافية طالما هو مواطن سوداني حاذب على مصلحة الوطن إنه يتقدم للوظيفة دي يا أخواننا الكلام دا صدقوني يعني في الأساس بتاعه دي الحياة دايرنا عن إحنا عن إحنا دايرين أفضل زول فينا ما بتضروري أن نورطف على الله أفضل زول فينا يحكم البلد أفضل زول فينا يقدم للصحة أفضل زول فينا يقدم للتعليم أفضل زول فينا يقدم له كله ناحي الحياة يكافح الفساد وإلى آخر بالتالي المدير بتاع الحملة عبارة عن وظيفة بدوام كامل عليها مرتب وحاليا يتم صياغته على أساس أنه تطرح للناس بصورة عامة وبصورة شفافة وإن شاء الله إن شاء الله إخواننا يعني نستحق الأفضل ونعمل لإننا نلقى الأفضل شكرا جزيرا لكم كل الناس الموجودين في كل أنحاء السودان وخارج السودان شكرا لكم الله يديكم الصحة والعافية وإن شاء الله نواصل بنفس النهج بتاع الشفافية ذا لأننا نستحق الأفضل السلام عليكم ونحمة الله شكرا لكم